هذا وتمت اليوم بمقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيدال إبراهيم عملية تسليم واستلام المهام بين الرئيس الجديد وليد صادي ورئيس المستقيل جهيد سفيزف العملية جرت بحضور أعضاء من المكتب الفيدرالي السابق والجديد وعلى إثرها يباشر المكتب الفيدرالي الجديد برئاسة وليد صادي مهامه على رأس الكرة الجزائرية فيما تبقى من العهدة الأولمبية 2021-2025